افتتح محافظة دميات من العوض مبادرة شتاء بافئ التي نظمتها مدرية التربية والتعليم بالمحافظة وقال محافظة دميات إن المبادرة هدفة جدا من مدرية التربية والتعليم التي اشركت الطلبة أولياء الأمور والمعلمين من جميع مدارس المحافظة بالتبرع بملابس جديدة وبطنيات ذات جودة عالية وصلت لحوالي عشرة ألاف قطعة ملابس لإهدائها إلى أبناء قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة الهدف من المبادرة دي اللي أنا كنت رسا بتكلم معهم فيها دلوقتي إن الأطفال نفسها تحس ببعضها فتحس بالطالب اللي هو محتاج اللي في الكرة الأكثر احتياجا تقدر إنها تتواصل معنا تتواصل مع الحكومة أصلا أو مع الدولة في مبادرة حياة كريمة تفهم يعني إيه حياة كريمة المبادرة اللي إحنا بنشتغل هنا في قرى كفر سعر إدارة كفر سعر وإدارة ميتا بوغالب في بعض القرى زي ما حضرتكم شايفين المعرض كله حاجات جديدة فيها أمصان فيها بنترنات فيها جواكت فيها بطاطين فيها الحفة فيها كوتشيات وأحزية للطلبة والأفراد المجتمع الغير قادرين المبادرة قد إيه لقيت نجاح وصدق كبير في المدارس المبادرة كانت على قسمين القسم الأول كان داخل المدارس إدخال السعادة والسرور والبهجة على جميع العاملين في المدارس أول ما نجحت دكتور خالد أطلق المبادرة خارج أسوار المدارس ففعلا بدأ الطلاب ينتشروا في جميع مؤسسات المجتمع المدني زرنا مدارس فكرية زرنا عدة مدارس زرنا مؤسسة معهد الأورام بالتعاون مع بنك الطعام زرنا مؤسسة البنات الاجتماعية بعد نجاح المبادرة حقيقي وسماعت مع أولياء الأمور والطلبة وجميع العاملين